تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة المساعدات الإنسانية الرابعة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وتحمل الطائرة على متنها 15 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال والأدوية التي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسالها إلى لبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي وفي سياق متصل عادت إلى أرض الوطن قادمة من بيروت مرتبات المستشفى الميداني الأردني بعد تنفيذ الواجب الإنساني والإغاثي للأشقاء اللبنانيين حيث قدم المستشفى الميداني الخدمة الطبية والعلاجية لنحو ألفي حالة منذ بدء عمله هناك من خلال عيادات الجراحة العامة وجراحة الإختصاص وعيادات الطوارئ وباقي العيادات التي عملت ضمن مهمة المستشفى